السؤال بعد كده السؤال بيقول ليه أخ معاه بنته وحده وهو ربنا مديه كتير بس زوجته أطعى صلة الرحم بيننا وبينه خالص وهو كتب كل ما يملك باسم بنته وطلب من زوجي يمديله شاهد هل بكده زوجي ياخد زنب عشان هي بنته كده الحقيقة لأ أنا عارف أنت بالنسبة لك المسألة مدايقاك سواء أنت مدايقاك ليه فلوس أخوكي بتاعت أخوكي فلوس أخوكي بتاعت أخوكي وأخوكي لسه عايش فالفلوس دي ملكه ويتصرف فيها كيفه ما شاء يعني يتصرف فيها كيفه ما شاء ولم يتوفى يعني أخوكي ماله كيفه ما شاء ده بالعكس طبعا أنا ملاحظ أن حضرتك عايزة تدخلي زوجته على الخط عشان تخلي أن زوجته هي اللي سلطته يكتب الفلوس لبنته عشان تكوش على الفلوس كلها كل دي أنا آسف يعني كل هذه الأشياء لن أقبلها وأنا لا دخل لي عندي في الفتوى لأن دي آه ممكن تكون هي لما منعت الأولاد من سلة رحمهم يبقى كانت آثمة لأن يعانيتهم على الإسم والعدوان لكن في نفس الوقت مش هقدر أقول أن يتصرف الزوج ده تصرف باطل بل تصرفه وتصرف في ماله الذي يملكه كيفه ما يتصرف في ماله وكان تصرفه صحيحا بالعكس ده ممكن يكون ايه عايز يعمل ايه أنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تجعله معال تتركه معال يتكففون الناس فهو ممكن يكون بيعمل طاعة كمان مش بيعمل معصية وعشان كده التصرف اللي عمله ده وشهادة زوجك طبعا أنت عايزة بقى تدخلي زوجك وتجمعني تسدي على زوجك لأنه عمل كده لا شهادة زوجك ما كانتش ياخد عليها زم وفق لأن فعل أخوكي لم يكن حرام